هندس باسم مع احترامي برضو لتلام حضرتك. انما يعني ممكن يكون اللي انت بتقوله نسبته صح. انه الناس رايحة وهما يعني مش عارفين او مش فاهمين. ولكن ما بيبقاش النسبة هذا الكم من العدد الرهيب اللي رايح يقف في طوابير وخصوصا ستات منقبات او محجبات. وهما اللي الاتجاه ده اللي هو الديني. مش هنختلف. خلينا اقول ونتنقل بما ان حضرتك بتقولي عن التعليم. طيب قبار قبار العلماء زويل البردعي مع حفظ حفظ الالقاب طبعا. قال لك من الاول يا جماعة ارجوكوا كصوار اجتمعوا مع بعض بسرعة في حزب واحد عشان تبقوا قوة واحدة عشان تقدروا تقفوا قدام اي طيار تاني اذا كان الحزب الوطني ولا اذا كان الاسلامي. ما عملتوش كده ليه? طيب احنا عملنا تجربة شبيهة بالكلام ده. اسمها اتلاف شعب الصورة اللي انا احد افراد المكتب التنفيذي فيه. اتلاف شعب الصورة كان بيمثل اول ما بدأ خمس طيارات سياسية مختلفة. انما ادن ما نبقى مع بعض لان احنا كان عندنا هدف محدد في وقت محدد. ينفع ان اجتمع مع بعض. انما على سبيل المثال احنا مجموعة من اللي كانوا معانا كانوا شباب حزب الجبهة. وبعد كده دخل معانا شباب من حزب الوفد وشباب حزب التجمع وشباب حزب الغد. ودول ناس منتمين بالفعل الاحزاب. فما كانش فيه منطق يقول ان شباب الاحزاب اللي دخلت مع بعض في اقتلاف نقول لهم يلا يا جماعة مع بعض نعمل حزب. لان احنا فيه ناس عندنا آآ ليبراليين وناس تفكيرهم رأسمالي مية في المية. وفيه ناس آآ تفكيرهم اسلامي زي شباب الاخوان اللي كانوا معانا. وفيه ناس تفكيرهم آآ يساري مية في المية. كل دول اما يتحط وفيه ناس وسطيين زي حالتنا. آآ آآ الناس دول اما يتحطوا مع بعض ينفع يعملوا اتحالف او اقتلاف يشتغلوا سوا لأهداف محددة. انما ما منفعش يبقوا في حزب واحد. لان احنا عشان نشتغل في حزب واحد ممكن يبقى فيه بيننا تباين انما تباين بسيط. انما لازم عندنا مجموعة كبيرة جدا من المبادئ الايدولوجية اللي بتجمعنا عشان نبقى مع بعض في حزب واحد. فالكلام ده طبعا كلام جميل انما آآ كلام نظري. على ارض الواقع ما كانتش ينفع انها تعمل. اه طبعا مستحيل. يحصل. كاقتلاف شباب الثورة. شايفين ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية بعد ما يبقى مرحلة التالتة. طبعا اكيد محصومة طبعا برضو اه 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 الاخوان المسلمين والسلفيين. شايفين المصر رايحة فين? انا عايز اقول بس حاجة ان احنا مش مرعوبين زي ما فين بعض الناس بتصور من يعني فوز التيار الاسلامي. يعني مصر دولة اسلامية تسعين في المية تقريبا من العدد سكان مسلمين. اه اه فامر طبيعي ان احنا نبقى بنميل الى تيار اسلام. يعني ده شيء. تمام. شيء طبيعي وما يخضناش هو ميزة عن ناشا. الاخوان المسلمين والسلفيين مصرييين. تمام. مش اسرائيليين خلص. عزيه. اه اه ما بنشككش في وطنية حد. ما بنشككش في نازاية حد. انا لما بشكك او بناقش او Theresa او بقول لا ما تنتخبش الاخوان وانتخبني انا او ما تنتخبش السلفيين وانتخب الوفد او ما تنتخبش الوفد وانتخب التجمع. انا ما بقولش علشان ده اه شرير. وانا ده خاين الا ده عميل. إنما بقولك عشان أنا عندي برامج أفضل من برامج بتاعتك وعلي أن أنا أقنعك بالبرامج دي على سبيل المثال حاجة بسيطة كده أنا بحب دايما أقولها أنا كراجل مسلم أزعم إن أنا متدين أنا مع الحجاب مثلا يعني ولو حد كمان يعني متشدد شوية في الدين وعايز النقاب أنا موافق أنا مش أعترض على النقاب بس أنا شايف إن أنا عايز الحجاب وعايز النقاب لو وحنا بنتكلم بقى في أصول الدين يعني ومقاصد الشريعة هو ليه الحجاب وللنقاب وإنت عايز تعملوا ليه هل هدف إن أنت تتنكد على الستات يعني ولا ليها هدف يعني الإسلاميين يقولك هنفصل للبنات عن السبيان في المدرسة وفي الجامعة وفي النادي وفي الشغل وفي المواصلات كل ده حلو قوي بس مش أكيد إنك بتتنكد عن الناس أنت بتعمل ده علشان عايز تعفل ولاد والبنات أنا بقى كراجل سياسي عندي التزام ديني أنا كمان وعايز أعفل السبيان والبنات ما بقى جيش على السبيان والبنات وقول لهم أعزلهم عن بعض وغطي وش البنات لأ أنا بقول إيه مشكلتهم هم عايزين يتجوزوا طيب عايزين يتجوزوا أحلها إزاي يبقى أنا أعمل برامج اقتصادية حزمة برامج اقتصادية توفر لي فرص عمل حضرتك بتشتغل بتقبل ألف جنيه أعمل لك فرصة أفضل بتبقى بألفين جنيه حضرتك ما بتشتغلش أعمل لك فرصة عمل عشان تشتغل وحزمة برامج تحل مشاكل الإسكان حضرتك مش لا إشقة أو بتدور مش عارف تسكن فبتروح تسكن في سكن عشوائي لا فيه برامج اقتصادية حقيقية للإسكان أقدر وأنا بسفة رجل مهندس معمالي أقدر أعمل لك سكن راقي رخيص مش بالضرورة عشان أعمل لك سكن رخيص أعمل لك سكن حقير سكن راقي جدا ورخيص جدا لما أنا أعمل لك سكن رخيص الراقي وأعمل لك فرصة العمل يبقى أنا أحققت لك للولد والبنت فرصة أنهم يتجوزوا لما 95% من الناس لو اتجوزوا هيبوا كويسين يعني بطبيعة الحال كده يعني الشباب مش بطبيعته بايز الشباب لو اتجوزوا هيبوا كويسين يبقى أنا أحل أزمة الولاد والبنات وبعد كده أسيبهم بقى الرجال الدين يعلموهم يقولهم والله يا بنتي الحجاب فريضة هي لبست الحجاب يبقى كترخيرها ما لبستوش هي حرة إنما أنا الأزمة إن أنا أعف الولاد والبنات وبعدين أسيبهم هم يقرروا مش أنا أمنع زي اللي عنده نار فيغطيها ويسيب النار مشتاعد نعم رأيه احترم وهو رأيه اقتصادي ونتمنى طبعا القائمين يعني إذا كان الإخوان أو السلافيين يكونوا فاهمين هذا الوجهة النظر أنا كنت عمال يتكلم مع أصدقاء لي بقول لهم يا جماعة وأنتو شفتوا الأحزاب المختلفة يعني البرنامج بتاحهم إيه قريطوا البرنامج ده فقال لك تقريبا مش أقل من 85% من الناس اللي راحت انتخبت ما أردش حاجة أكتر ده حقيقي نتمنى طبعا نحن نعرف نقرأ أكتر وأكتر لكن هل انت رحت للحزب ده اللي انت اتخبته ولا الشخص ده عارف البرنامج بتاعه فوضح انه البرامج كلها متشابه يعني إذا كان مسلمين أو لبراليين أو عايزين مصر تبقى كويسة يبقى كل واحد يعرف يشتغل كل واحد يتجوز كل واحد يبقى مش عارف إيه الزباق يعني كل البرامج كلها متشابه هل آخر سؤال انه خلاص حلقتي خلصت هل متوقع انه الإخوان المسلمين أو السلفيين هم ما كانوش عايزين يوروا البرنامج بتاعهم الاقتصادي الحقيقي اللي هو المفروض انه هو هيتحقق بعد كده عشان ما حدش يغشي مثلا لا هو طبعا ما فيش كده لأن البرامج البرامج السياسية للأحزاب كلها مكتوبة يعني برنامج حزب الحرية والعدالة لا ما اصلا انا ما هنزلوا حبا وما هقول مثلا انا انا هو انا عندي الحل لهو ممكن يكون لسه يعني عندهم في الشنطة بتاعتهم لسه فكرة جديدة لحل المشاكل هل عندي الموضوع ما فيهوش أسرار يعني انا مثلا فكرة المشروع اللي يخل قزمة الإسكان ده لو حزب الحرية والعدالة بقى هو اللي في الحكم وجاء قال لي يا باسم انت ايه المشروع اللي كنت تتكلم عني اهده لهم يعني الموضوع انا هدفي انه نعمل مشروع باسمي ولا انا نعمل حاجة تخدم البلد والله لو هم هياخدوا الافكار بتاعتي وينفزوها انا هبقى مصود قبل يعني انا مش هزعل ففكرة ان انا بخب البرامج بتاعتي عشان محدش غشها لا هي مش دي الحكاية الحكاية ان الناس المفروض بتختار على اساس برامج وعلى اساس الثقة في اللي بيقول البرنامج يعني ماينفعش حضرتك دلوقتي تطلع حزب رأس مالي ويطلع يقول والله احنا بنهدف العدلة الاجتماعية وان احنا نعمل تأمين صخي وتأمين اجتماعي ومش عارف ايه مش يصدقوا يعني ماكل لسه تقول الكلام الخليو ده بس انا مش مصدقوا ماينفعش حزب يساري اشتراكي او شيوعي ويطلع يقول انا مع الرأس مالية ومع الاستثمار بتاع مش مصدقوا فلازم يبقى انت الكلام اللي بتقوله يعني مرتبط بدرجة كبيرة جدا بمرجعيتك والايدولوجي بتاعتك نعم عشان ده يتوافق مع ده عشان انا عارف اصدقك انما هي الازمة زي ما حضرتك قلت خمسة وتمانين في المية ما اقراش برامج انا بقولك خمسة وتسعين في المية ما اقراش برامج ومعرفش ده مين وده مين الناس راحت عدد كبير جدا قالوا لهم خليك مع ابتوه ربنا علشان تخش الجنة فراح وعدد كبير جدا نزل وهم مش عارف لغاية ما مسك الورقة في ايده هيختار مين وجي واحد في ادنه وقال له حلم على كذا عشان تخش الجنة ورحمة عالية مهندس باسم كامل عضو المكتب التنفيذ لإتلاف شباب الصورة وعدو الهيئة العليا الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي نورتنا وشكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا مشاهدي نارك سعيد خلاص ارض واقع واحنا مسلمين تماما كلنا زي ما قال ضيفي مصريين مسلمين علمانيين ايا كان اللي جاي يعني هيبقى رأيه هو السائد المهم في الاول وفي الاخر المصري او المصرية تعرف تشتغل او تتجوز او يعيش او يحرف يبقى فيه عنده لو لو عنده مرض ولا حاجة يعرف حد يدوي ويبقى في نفس الوقت مصر للامام ما تبقاش مصر للوراء نهاركو سعيد